بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم السبت ويوم أصحاب السعادة دايماً بنكون معاهم وهم بيبدأوا حياتهم الزوجية أو بيبدأوا تجديد حياتهم الزوجية النهاردة هنتكلم معاهم وإحنا بقالنا فترة بنتكلم عن مهارات مهمة جداً جداً من مهارات الحياة الزوجية النهاردة هنتكلم معاهم بقى على مهارة شوية مستخبية وشوية الناس كتيرة ما بقوش مهتمين بيها المهارة دي لما بتختفي من حياة الحياة الزوجية بيحصل فيه مشكلات كبيرة جداً جداً فالنهاردة عاوز أكلمكم عن المهارة دي اللي هي مهارة بتغيب عن بيوتنا بس فيه كتير مننا محتاجينها ومش بيحسوا بأهميتها كتير مننا من بيحسوش بأهميتها وطبعاً طيار الحياة السريع بيساعدهم على إن هم ما يحسوش ولا يركزوا في تفاصيل حياتهم وعشان كده المهارة دي بتسقط سهواً ولا هم بينتبهوا إليها ولا بيركزوا فيها ولكنها بتأثر تأثر كبير جداً جداً في تطوير حياتهم وفي جودة حياتهم الزوجية هي المهارة اللي انتشى وقتنا اللي تكلام عنها المهارة اللي احنا نتكلم عنها هي مهارة التفاهم الوجداني أو مهارة التفاهم العميق المهارة دي بتتعلق بأمور بيبزلها كل طرف مع شريك حياته في إنه يفهم مشاعره ويفهم العوامل اللي بتأثر عليه ويبزل مجهود عشان يفضل يتعامل بشكل بيبتعد عن السطحية وبيدخل فيها إلى العمل مع وجدانه المهارة التفاهم الوجداني أو مهارة التفاهم العميق دي هي بتعبر عن قدرة كل واحد فينا على فهم شريك حياته بشكل عميق وشامل مش عميقه بس لا عميق وشامل كمان يشمل جميع الجوانب وهم الجوانب اللي بنحاول نفهمها في التفاهم العميق ده إن احنا نفهم المشاعر ونفهم الاحتياجات ونفهم الرغبات والآمال والأهداف والتحديات واحد يقول لي طب ليه ده كله هو الحقيقة احنا بنفهم ده بس احنا بدل ما بنكون بنفهمه عن عمد وبنكون متعلمين نفهمه ازاي احنا بنفهمه كده بالانطبعات ماش بس بنفهمه بالانطبعات ساعات بنفهمه بالاستيريوطيب بالسور النمطية ونفهمه غلط والنوع ده من التفاهم بيتطلب مننا شوية اموه بيتطلب مننا التعبير لازم يبقى عندنا قدرة على التعبير ولننفتاح بصدق ونستمع لبعض استماع فعال ونتفاعل مع بعض بشكل ايجابي اذا دي المهارة دي محتاجة بزل مجهود محتاجة تمرين محتاجة تعود والمهارة دي بتكتر اوي اوي عند الناس الناضجين فالناضج ده بيقدر يعمل الكلام ده ويقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج لما حضرته صلى الله عليه وسلم كسرت السيدة عائشة الصحفة بتاعت السيدة حفصة رضي الله عنهما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غارت امكم فإن حاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اوي اوي ان المسألة دي كانت عبارة عن غيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم متعملش مع الموقف ده باعتبار ان السيدة عائشة ألا ده هو فيهم مشاعرها هي بتتغير على جوزها لا تريد ان تفعل هذا السوء مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتفهم ما يدور في وجدنا وتفهم ان دي غيرة وان هي غيرة ممكن تحصل من النساء وتحصل من زوجة على زوجها فهو ما شفهاش ان هي اخطأت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تفهم رسول الله مشاعرها ولذلك حال للصحابة متفاهما لمشاعرها غارة امكم لم ينفع الرسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ الامر بهذه الطريقة البسيطة واخذ صحفة من صحفاتي اوديها للسيدة حفصة ولكن في نقطة بتميز بقى مهارة التفاهم الزواجي والعميق ده احنا هنذكرها سوى عشان نقدر نمارسها لانه محتاجة نتعود عليها وعشان كده هذكر لحضركم بعض الخطوات اللي احنا لو عملناها ممكن نستطيع ان احنا نصل الى مهارة التفاهم الوجداني او التفاهم العميق اول حاجة الاستماع الفعال احنا محتاجين يكون عندنا قدرة على الاستماع الى شرك الحياة الى الزوج والزوجة بشكل عميق يعني لو قدرت تستمع لدرجة ان انت تستمع الى صوت وجدانه اعمل كده فانت مش مجرد ان انت بتسمع صوته ولكن تفهم اللي بيقوله واللي كمان بيقولهوش تفهم زي ما بيقوله كده اللي من بين السطور وتظهر اهتمامك بيه يعني مثلا على سبيل المثال هي لو قالتلك مثلا انا النهاردة مش عايزة اخرج تقولها ما تقولهاش خلاص برحتك لكن تقولها هي بتسألك هي بتطلب منك الدعم هي بتطلب منك ان انت تكون انيس لها لان هي في حالة قد تكون في حالة اقرب من حالة الاكتئاب اذا كنتم اتفين على حاجة تفين تخرجوا بعدنا ايه قالتلك انا مش عايزة اخرج فهي منتظرة ان انت تتفهم مشاعرها شوفوا الموضوع بسيط ازاي بس هي منتظرة ان انت تتفهم مشاعرها ما تقولهاش كده خلاص ومسألة انتهت وهو كمان لما هو يقول مثلا انا النهاردة مش هنزل النهاردة اقابل اصحابه وهو متعود على ده ما تقولهاش خلاص والله بركة ان انت عملت كده لا المحتاجة ان هي تعمل ايه تفهم اللي هو مألهوش وخاصة في اوقات كتير الجالة بيبقى تعبرهم عن الاشياء اللي جواهم بيعتبروها انكسار ليهم زي التعبير مثلا عن الازمات الاقتصادية والتعبير عن المشكلات مع اسرته هكذا كل ده فاحنا لازم نستمع جيدا ونقرأ اللي ما تقلش طب انا بخاف ان انا اقرأ اللي ما تقلش فايه اللي يحصل فافهم غلط مع التعود زي ما بيقولوا كده محاولة وخطأ محاولة وخطأ لغاية مفهم ولازم كمان بقيت الخطوات تراعة فانا رأي ايه كمان رأي التعبير عن المشاعر بصراحة كل واحد فينا يعبر عن المشاعره بصراحة الزوج يعبر عن المشاعره بصراحة والزوج يتعبر عن المشاعره بصراحة وده بيشمل ايه ان انا عبر عن المشاعره وانتباعاتي بصراحة وفيه ايه اللي بيدايق الناس لما الناس تعبر عن المشاعرها ان هي تعتبرها امر نهائي لكن لما واحد يقول والله أنا هو ده تعبيره أنا حاسس بكده ومش عارف إذا كان ده مفيد لنا ولا مش مفيد لكن هو يقول هو حاسس بإيه لأن الإحساس ده ممكن يفتح باب لشريك حياته عشان يقدر يفهمه أكتر وهنا لازم نذكر شيء مهم جدا وهو إنك أنت وإنت بتعبر عن مشاعرك ما تقولش لشريك حياتك أنت عملت فيها كذا وكذا وإنت السبب دي مش طريق التعبير صحيحة ولكن ممكن تقول أنا محتاج كذا قلوا لما حصل الشيء ده أنا حسيت بكذا يعني لازم نحاول نبعد عن طريقة الاتهام واللوم لأن طريقة التهام واللوم مش طريقة تعبيره عن مشاعر ولكن طريقة لإزاء الآخر أو لعقابه الحياة الثالثة اللي احنا لازم نتعود إن احنا نعملها عشان نقدر نفهم شريك حياتنا تفاهم وجداني عميق حياة الثالثة التفاعل الحساس ودي خطوة مهمة جدا جدا ومسألة مهمة جدا 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 تصل إلى حد إن الواحد لو تركها ممكن يتعرض لخطوره لأنها بتضمن التفاعل بشكل حساس مع مشاعر شريك الحياة واحترامه يعني لما ييجي مثلا يقول أنا ما بحبش الحاجة الفلانية لديه اللي بتذكرني بوفاة والدي ما حدش يعني يسخر من ده لا ده هو لازم يتعامل بحالة من حساسية مع الموضوع الفلاني ده ولو كان عنده هو تافه فهو لازم يتعامل بشيء من الاحترام لخصوصية ذلك الشخص بدون إهانته وبدون تقديم النصائح بدون طلب شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيتعامل مع السيدة عائشة في لحظة حساسة وهي لحظة إنهم الاتنين يكون عندهم خلاف فيطلب إن حد يحكم بينهم فيعرض عليها أصدقائه فترفض أصدقائه ولكن فرسول الله ولا يجزع ولا يدائي ولا يحزن ولا ياخد في خطره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه عارف الموضوع حساس ومرعي مشاعر على الحساس لغاية ما تختار سيدنا أو بكر فتقبل سيدنا أو بكر يبقى عشان ده يكون بشكل صحيح ما تحسش شرك حياتك إن كل همك إن أنت تدي له درسه وتعلمه أو إنك أنت تطلق عليه حكم أو تنتقده أو تطلعه غلط ما ينفعش يبقى زوجتك أو زوجك منفعل عشان حد خبط فيه أو حد يديقه وتقوله ما يديه آخرت مسكك للتليفون وانت ماشي طبعاً هو هيحس بقى إن كل اللي حصل ده ملوش أهمية قدام الإحباط اللي هو حصل له أو قدام الإحباط اللي هو حصل له وأنا يا ما قلتلك خد بالك وأنا يا ما قلتلك خدي بالك لحسن تعمل حدثة يبقى أنت عايز تقرره إن الفكرة بتاعتك القديمة كانت صح وإن النصحتك كانت صح بغض النظر عن إيه عن مشاعره دي في موقف زي ده لازم تطمنه تطمن عليه وتسأله وتحسسه إن كل حاجة ما لقاش أهمية أهم حاجة هو سلامته هو الشخصية وإن أنت في ظهره وإن أنت بتدعمه على كل حال وبعد كده نبقى نتفاهم في وقت آخر إزاي أن نتعامل مع الحادثة مثلا أو إزاي أن نتعامل مع الموقف اللي فيه مشكلة حاجة الرابعة التقدير والاحترام لازم يبقى فيه تقدير واحترام لازم أتفاهم لازم إذا كنت أنا عايز أتفاهم تفاهم مجداني عميق لشريك حياتي لازم إن أنا أقدر وأحترمه وتقدير والاحترام ده بيكون تقدير واحترام لفكرة لأفكار شريك حياتي والخبرته والمعتقداته في بعض الأحيين والأفكاره لإن أنا لو ما احترمت روش وبينتله إن أنا بقدر ده هتشتعل السراعات في البيت يعني مثلا هو معتقد اعتقاد معين مخالف ليا فيه فقهيا أو مخالف ليا في مسألة العلاقات هو شايف إن اللي يغلط يتعاقب في العلاقات فهي بتعمل إيه صاحبتها لما كلمتها بطريقة وحشة ما رضيتش تكمل معاه فأنت ما تجيش تجبرها على إن هي تكلمها لأن أنت لو أجبرتها على إن هي تكلمها هي تحس إن الناس أهم عندك منها ولا إن هي تجبرها على إنها تعمل الحاجة الفلانية لكن هي هتقدم لها النصيحة بشكل لطيف شكل بيحترم فيها إن هي لها اختيارتها لما تختار لون ما تفضلش تقطمها ولا تفضل تزعق لها ولا تفضل تحسسها بإن ألوانها سيئة أو أفكارها سيئة وهو كذلك ما تحسسوش هو ده اللي انت جبته أهو بعض من أول يوم أهو ده هو ده فكل الطرق دي بتؤدي إلى إفساد ذات البين ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقدر السيدة مسلمة وشاورها لدرجة إن مشاورته لحضرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته نجت المسلمين من أشياء كثيرة جدا جدا وخاصة فيما حصل بعد صلو الحدابي كمان رقم خمسة التعاطف والتعاطف ده شيء في غاية الأهمية شيء مهم جدا جدا والتعاطف ده بيشمل مشاعر كتيرة جدا 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 عند شيك الحياة والتعاطف ده والتفكير في وضعه الحالي والحالات اللي هو بيواجهها وإزاي هو بيواجه الصعوبات دي وإزاي يحس إن فيه قلب على قلبه وإزاي يحس إنه هو معاه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة لما كانت مريضة قالت ورأسها قال بل أنا ورأسها يا عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول لها أنا مكانك شوف كم التعاطف من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم سبع بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه ونتكلم عليه بدقة هو إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رقم ستة إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التغافر عن الخلافات في وقت الشدة وده نقطة مهمة جدا جدا فيه ناس وقت الشدة بقى يحاولوا ياخدوا حقهم ويحاولوا يتعاملوا بشيء من الشدة فده ما ينفعش وده ما يصحش ما نختم بيه بقى في الخطوات المهمة جدا جدا فيما يتعلق بهذه الخطوات المهمة ان احنا هنتقارب ونتلامس جسدية نبقى قاعدين مع بعضه قريبين من بعض لان هذا التقارب يحصل لدي الانسان عاطفة تخلي الانسان مطمئن وتخليه مرتاح وتخليه يحس بان الشخص ده قريب منه فعلا ومش بعيد عنه ويحس ان هو مش قريب جسديا ده قريب من مشاعره واحنا عندنا كل ما الناس تقاربت من بعض كل ما مشاعرها حصل فيها نوع من انواع التقارب وعشان التقارب ده مش تقارب اكساد في الحقيقة لكن هو يعطي للانسان اللي انت مقترب منه ان انت مش رفضه ان انت بتحبه وان انت حريص عليه وان انت هتفضل جنبه الخطوات اللي احنا ذكرناها دي كلها خطوات بتدل على ان مهارة التعمق في فهم المشاعر ومعارة ان الانسان يتفهم زوجه او تتفهم زوجها تفهما عميقا لوجدانه هي مهارة في الحقيقة بتساعدنا على ان احنا ننشئ حياة زوجية صحية مش حياة زوجية صحية بس حياة زوجية صحية رشيدة وقوية يشعر كل واحد فينا في حياته الزوجية بانه عنده دعم وعنده تأدير وعنده كمان حبه متبادل وكمان عنده تواصل ممكن يعتمد عليه لما يتعرض لتحديات ودوة اللي يخليه حس بان حياته حياة استقرار حياة هنى وحياة سعادة وحياة تفاهم وده كله بيصب فيه الامان والاحترام والاهتمام والتأدير وبكده بهذه المهارة الانسان يحس ان بيته اصبح مدد من الله سبحانه وتعالى له عشان يستمر في الحياة ويرتسم على قلبه ابتسامة انه بالفعل يعيش مع نعمة في بيته اللهم اجعلنا من اهل هذا التفاهم الوجدان العميق لاهل بيوتنا لكي نستطيع ان نكون ممن زاقوا حلاوة المودة والرحمة التي نسرتها في بيوتنا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين فاصل ونرجع لحضراتكم نتلقى سئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل موسيقى 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 رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اتصالاتكم المباركة وبنتلقى عليها كمان اسئلتكم ونخصص لها وقتا ونجيب عليها ويبقى مجالس العلم المفتوحة ويبقى مجالس العلم كمان توصلنا الى مرضات الله سبحانه وتعالى الذي نطلب توفيقه ونتدأ معاكم اول سؤال من السيدة امم محمد السيدة امم محمد تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بك حضر بك فضل ونعم الحمد لله أبدا نعديك الصح أبدا كل سنة انت طيب وحضرك طيبة يا سيدة محمد تفضلي والله يا فضلت الشيخ انا بقى لي كده اكتر من خمس شهور في مشاكل انا وجوزي مش قادرة مش قادرة لانا اراضي ولا صالح ومعيني انا من البداية انا مغلطتش اصلا الغلط من البداية منه هو طب سؤالي بس انتوا متجاوزين من امتى انا متجاوزين دلوقتي بقى لي الحوال السمين انتصالوا عن بعضنا السنة وبقى لي بقى لكم سنة طيب يا ستي طيب انتوا من خمس شهور متجاوزين من خمس شهور لأ بقى لكم قطعين بعض من خمس شهور يعني الناس الوقت ما قعدتوش مع بعض لأ احنا قعدنا خمس شهور مختلفين مع بعضينا بسبب اللي هو اتجاوز وانا ما اتطلع منه وخب علي من كانت انا معرفت اللي هو كان اللي هو ضغط بعد ما طلعني المشاكل ده عملت دي لدرجة اللي احنا لازم كل واحد يروح لحالي بسي مش عارفة اللي انا ممكن استحمل تاني بعد خمس شهور دولة ولا فعلا اتطلع طب ايه المشاكل التانية غير انه متجاوز عليك المساكل اللي هو تمال اللي علاقته معاي جفة علاقته مع الست اللي هو مجوازها دي غيري علاقة بص حضرتك يعني كل استزامات للزوجة موجودة معاها هي لكن انا لأ طب حضرتك اسألك سؤال لطيف اسألك سؤال لطيف انت انت شايفة ان السبب ان هو بيعملها معاملة حسنة ده لان هو اللي عنده مشكلة ولا حد تاني اللي عنده مشكلة هي المشكلة طبعا مش عادها فيه انا بس طبعا انا غيرانة انا غيرانة غيرانة ان هو بيعملها كويس وبيعملني انا وحش من البداية طيب اهمال بالنسبة لي انا خليني خليني اقول لح هذيك حاجة اولا وانت معي على هواء انتوا لازم تكون دي على مركز الرشاد الزواجي ونتكلم مع بعض لان المسائل اللي زي دي ما ينفعش اكلم فيها طرف واحد لان انا لو كلمت طرف واحد زي بالزبط ان اطلبت ان انا امسك حاجة بيالناحية واحدة اتفضل الحاجة دي ميلة واتفضل وقعة لازم احنا الاتنين نكون موجودين ونتكلم مع بعض عن لان هو اكيد هو عنده بعض الملحوظات اللي هو هيحتاج ان هي تتعدل في حضرتك بس خلينا اقول لك مع انتظار ان حضرتكم تشرفون في مركز الرشاد الزواجي خلينا اقول لحضرتك يبدو ان حضرتك بس محتاجة لغاية ما يتقابل ان انت تتخيري شوية لنغمة النقد ونغمة اللوم اللي عنده حضرتك لي لغاية ما يتقابل مع بعض ليه طيب لان نغمة اللوم والانتقاد دي هي بتخلي الانسان وخاصة في مستوى معين من الحياة بيتسد نفسه فهو انا مش بقول لحضرتك ان انت وانت بتعملي ده مشاعرك غير مقدرة بل مشاعرك مقدرة وان انت غيرتي مفاهمين ان حضرتك غيرتي بس حضرتك بتسأليني دلوقتي ازاي اصلح اللي بني وبينزوجي مش بتسأليني دلوقتي هو اللي عمله ده صح ولا غلط اللي عمله ده صح ولا غلط برضو عن اسأل وهو عمله عمله ليه عشان بس نقدر نقول ده صح ولا غلط لخلاصة ان انت حاولي تبطلي نقض ولوم لي وحاولي تع pilots معاه وتتكلمه كلام بسيط كلام سهل كلام بتتكلموا فيه عن حياتكم اللي جاية لما يكتر الكلام ده ويبطل اللوم هو يبتدي يخرج منك أحلى ما فيك ويبتدي هو يشوفك بعين تاني واضح يا محمد نعم أستاذ أميري تفضر أستاذ أميري سمع عليكم يا أستاذنا بالنسبة للرسول على السلام قبل رب العزة جلشانه بعد مساف سيدنا جبريل كان تمت المقابلة دي ايه المقابلة دي يعني لما قال رب العزة السلام عليك أيها النبي طيب ايه بقى السؤال فين السؤال السؤال بقى أن المقابلة دي كان هي نفس الليلة دي بتاعت الليلة فيها نزل فيها القرآن طيب اقول لحظاك لا ليلة القرآن ليلة النزول سيدنا جبريل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل يبدو أن فيه تشويش في حاجة معينة فيما يتعلق بالمعراج احنا عندنا أمور كتيرة ناس كتيرة جدا 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 قعدوا يشوشوا على مسألة المعراج ليه بيشوشوا على مسألة المعراج وعلى مسألة الإسراء نفسها لأن في الحقيقة زي ما قلنا قبل كده المسألة مش مسألة أن هما الأحداث مش قادرين يقتنعوا بيها ولكن هي مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا فيها لازم نعرف حاجات مهمة جدا أني أنا بس أضرب مثال عشان الناس تقدر تفهم أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قانون آخر غير قانون هذه الأرض يعني القانون اللي خرج فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سترة المنتهى وقانون آخر ليس قانون الذي نعيش فيه كما أننا في بعض الأحيين نذهب إلى قانون الافتراض الذي يختلف عن قانون العيش الذي نعيشه في الحالة الفيزيائية فالقانون الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الإسراء والمعراج هو قانون مختلف عن قانون وخاصة في المعراج هو قانون مختلف عن قوانين الأرض ودوة الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهذا يتنسب مع طلاقة قدرة مولانا سبحانه وتعالى نعم أستاذ الدعاء تتفضل أستاذ الدعاء أستاذ الدعاء أستاذ الدعاء معايا أه يا فنم اتفضل يا أستاذ وحديك طيبة يا فندم الله يركع لو طبايا متواصل تمام وعايز بسي نقرأ قرآن فهل القرآن ده بيتخلص معلش ممكن نعل صوتنا شوية بقول لها قراءة القرآن هل تصل إلى والد حضرتك أه طيب أنا أجاوب على حضرتك أستاذ الدعاء احنا تلوة القرآن دي ذكر واتفق العلماء كما نقل الإمام القرافي على أنها تصل إلى والدك إذا قلت اللهم هب أن تتحول إلى دعاء ودعاء بظاهر الغيب وهو مستجاب اللهم هب مثل سواب قراءة للقرآن للأبي إن شاء الله يصل باتفاق ما نقل الإمام القرافي طيب ليه بها لأن دوة دعاء بظاهر الغيب لمسلم وهذا مستجاب فيصل إليه القرآن إن شاء الله يصل إليه ثواب القرآن لما نقرأ ونقول اللهم هب مثل سواب ما قرأت لأبي لأمي لصديقي لحبي يصل إن شاء الله نعم في سؤال في سؤال بيقول وصلنا على صفحتنا بيقول علي أيام من رمضان ولو إننا ما أضطاش قبل رمضان هل علي إث لو ما أضطاش قبل رمضان مع تقصير ومع عدم مع عدم القيام بواجب القضاء مع إننا كان عندي الفرصة طبعا هذا هذا ممنوع هذا محزور لكن لو أنني كان في عذر كان في عذر كانت بتردع كان حد عنده مرض من الأيام كان فيها أيام فيها أعمال شقة ومش عادر يبقى إيه لا يحصل هتقضي الأيام هيقضي أو تقضي الأيام اللي عليه من رمضان بعد رمضان وليس عليه فدية يقضي الأيام التي عليه فقط لإن زمته انشغلت بالأيام القضاء فقط وليس هناك موجب لي وهذا ما عليه الفتوى ليس هناك موجب لي الفدية اللي إنه عليه أيام القضاء وزمته إذا هو قضى الأيام التي عليه برئت زمته فإذا كان هناك شيء أو هناك عذر لتأخير القضاء لما بعد رمضان فليس عليه شيء أو ليس عليها شيء لأن طبعا بيبقى في الغالب بيحصل للستات لما تكون عندها حمل ويكون عندها رضاع أنها لا تستطيع أنها تقضي في ما قبل رمضان ولكن تقضي بعد رمضان بعد ما تنتهي من حملاء أو بعد ما تنتهي من رضاعها نعم السيدة أمو أحمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمو أحمد تفضي كل سلامة طيبة يا شيخنا وحضريك طيبة وبصحة وبسلام وبعافية يا رب والله يبارك فيك يا رب بنحبك في الله والله الله يرضى عنك ويحفظك ويزيدك نور وبركة والله أنا من أصوان حضرتك يا أهلنا ونسنا والله يبارك لك يا سيدنا شيخ كيف حالكم ريين الحمد لله بخير الحمد لله نحمد الله طيب تفضلي يا سيد كان عندي سواء لحضرتك تفضلي على رأسك معي الله يبارك لك جوزي متخالج مع ناسو دكتر مدة سنة مش بيكلم أو مو بسبب حكاية الورث أبوه متوفى وسبب لهم أرض وسبب لهم بيت المهم راحت الوالدة دايما كانت ميتميزة بين الولدين بتحب الأصغر شوية عن الكبير طيب وراح طبعا في التكسيم الورث وكده بيجي يقوله منعيز حجي وكده طيب راح أدوله بس بص بالشكل بالسلوب همدية وشكل فاهم حضرتك آه فاهم إنه هو ما كانتش بطريقة سهلة كده وبوده وبمرعال الخواطر لا كانت مسألة فيها شوية مشادات وكده فيها مشاكل للغاية ما وصل يعني تدخلت العيلة والناس والأضارب وكده ففي الآخر ما دوش حجه بما يرضي الله وذلك رب الله يعني ميزه الأرض بتاعت الصغير ميزه الصغير عن الكبير طيب فين بقى السؤال يا أستاذ أم أحمد وفوق ده كله حضرتك إنه طلعونا من الشجة بتاعتنا إنه إحنا ساكنين فيها طيب كانت شاعت الوالد الله يرحمه الحماكي الله يرحمه بتاع حمايا اللي يرحمه آه كانت ثلاثة أضوار فاهم إحنا تشجته فين السؤال بقى فين السؤال السؤال دلوقتي الناس متدخلة عايزين يكلم أمه يصالحها وصالح أخوه هو حدا تكرافت تماماً بيقول جلبي مش موديني إن أنا أكلمهم بعد ما أرادوني من بيتي أنا وعياني طيب أنا أنا أكلمه أنا أنا أقول أنا مش عارفة هي حكم الدين يعني بنقوله حرام ودين لو جلبي مش موديني خالص إنه هو يروح لهم أكلمه وأقوله حاضر يا حجام محمد أولاً بس عشان نبقى عارفين أنا بس بوص الناس إن حكاية الورث دي لو سمحتم في شوية حاجات مهمة جداً جداً لازم نعملها لما يحصل وفاة أرجوكم اعملوا الإجراءات بدري بدري لإن المشكلات اللي بتحصل بعد كده بتحصل مشكلات ضخمة جداً جداً بعد كده وبتستفحل في كمان في الأولاد يعني في الأفع إذا كان الأب أو الأم اللي بيورسه مع الأحفاد بقى بتبقى المشاكل مستفحلة وتبقى المسائل في غاية السوق وفي غاية الصعوب إحنا بقى بنكلم أخوانا بقى أنتو مش من حقكم أن انتو تعملوا أي تمييز في مسألة المراسة لأن لما انتقل الوالد الكريم وبقيته ورسيل لهذا المال انتقل إليكم مال دوت بالخلاف فأصبح هذا المال ملككم على المشاع مش ملك واحد بعينه لحاجة معينة لا على المشاع فلما يحصل يحصل فرز وتجنيب بعد أن نعمل تقييم لهذه الممتلكات لو كانت أراضي نتقيمها ويحصل فرز وتجنيب بدون محدي الظلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيتكلم عن المال فمن قطعت له حق أخيه يعني اللي نديته حق أخيه وهو قادس صلى الله عليه وسلم سعيدها وهو بيكلم عن القضاء ربما يكون بعضكم ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها أعوذ بالله فإحنا مش عايزين أي حد يظلم أي حد في توزيع الميراس حتى لا يقع في الظلم وإحنا لابد وأشياء الأشياء الأشياء التي تتعلق بالأموال يمكن أن تتلافى فعشان كده الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة في المظالم برد المظالم لأصحابه فإذا كان أخونا ده الظلم فترد له المظالم أما بقى أخونا ده فأنت يا سيدي بتتكلم على إنهم ظلموك ففقدوا قيمة وفقدوا خلق فأنت قدامك فرصة أن أنت لا تتعامل معهم كما تعاملوا معك وتنفذ كلام حضرة النبي ليس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها وبعدين أنت أتقطع رحمك وتسيب حاجة الله سبحانه وتعالى أكلم الرحمة وقال لأصل أن من وصلك تسيب ده عشان لعاعة من لعاعات الدنيا لا خليك أنت مع الله سبحانه وتعالى وخليك أنت متعلق بما عند الله وخليك قلبك كده من جوه يعرف أن الأيام المفترجة دي يكون فيها عون ومدد وسند لكن أنت تسمحهم وأن أنت كل ده خلاص انتهى وانت بقيت معهم وما فيش منع على فكرة لو أنك أنت مازلت حتى الآن ليك حق ثبت لك يقينا أن أنت تطالب حقك بس مع المودة ومع اللطف وخاصة مع أمك أمك ما ينفعش أن أنت تقطعها لأي سبب من الأسباب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا يبقى أنت عليك أن أنت تحسن إليها مهما كان منها دار دركت وإن جاء أداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهمها وإيبقى وصاحبهما في الدنيا معروفة يبقى عليك أن أنت تحسن إلى أمك إحساناً لا يعلاقة له بما فعلته معك ولكن هذا الإحسان لأنك تحسن إليها التزاماً بأمر الله سبحانه وتعالى لأنها كانت سبباً في وجودك نعم أستاذ عادل يتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ عادل الله خليك يا مولانا عايزة أعمل شهادة بنكية طبعاً الشهادة لها عائد شهري دي حرم ولا حلال طيب دي حلال يا سيدي لأن ده من قبيل عقد التمويل وليس من قبيل وليس من قبيل القرض يعني أنت تحط الفلوس في شكل شهادة والشهادة دي تجيب لك عائد يوم شهري صحي كده الشهادة اللي بتجيب لك عائد شهري دي يبقى الريع بتاعها ده اسمه ريع واسمه ده عائد وليس من قبيل القرض نعم أستاذ زينب تفضل أستاذ زينب ألو السلام عليكم وعليكم أستاذ زينب تفضلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمع حضرتك أستاذ زينب ازاك يا دكتور بخير الحمد لله عملي حضرتك فضل ونعمة بس أنا أطمع أن أنت لو لمعليها التلفزيون توقتي التلفزيون تسمعيني من التلفون لو تكرمتي كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام وبعافية تفضلي يا فن الله يخليك يا رب ممكن يا دكتور أنا عايز رقم تلفونك بضيوري يعني من سمع على رأسي حضرتك أخذي من الكنترول وأتشرف بحضرتك يا أستاذ زينب الله يخليك تسلم يا دكتور كل سنة تطيبة ونتعادك طيبة يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة من المهارات اللي لما بيفقدها الزجين بحيش وحياة مليئة بما أسميه أنا بالوجع الصامت لكن لما الناس بتتمهر في هذه المهارة مهارة التفاهم العميق ده والتفاهم الوجداني ممكن الشخص يخلي اللي معاه ده وتحاسس بيقل أنه هو بيلمس السماء بأيديه مش لأنه بيدحك عليه لا لأنه حس أنه هو يستطيع أنه مش يأمنه على جسده يستطيع أنه يأمنه على قلبه لأن الإنسان لما بيحس أن اللي جواه مفهوم من غير ما هو محتاج أنه يتعره هو بيحس بأنه هو اختار اختيار صحيح وبيحس أن نشريك حياته نعمة من نعم الله يا رب اجعل كل واحد فينا نعمة لأهل بيته واجعل كل واحد فينا نعمة لزوجته وتكون نعمة لزوجها حتى نكون في رضاك وحتى نسعد بمددك وأن نكون يا ربنا من عبادك الصالحين الذين ذاقوا حلاوة نظرك إليهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا على الدوام من الفالحين والصالحين الذين على الدوام يكونوا من المقبلين عليك في كل وقت وحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر